السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذوما سعداء بهذا اللقاء المتجدد ونخصه الليلة بالحديث عن كيف نستفيد من العطلة الصيفية كيف نملأ أوقات فراغنا بما فيه المصلحة والمنفعة وأيضا بما فيه طاعة الله عز وجل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لبني البشر وعليهم أن ينتبهوا إلى هذه النعم وعليهم أن يحسنوا استثمارها من بين هذه النعم نعمة الصحة أعطاك الله الصحة والعافية فأنت غني وأنت ثري وأنت سعيد الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى والنعمة الثانية هي نعمة الفراغ أن الله تعالى يعطيك واحد الراحة واحد الطمأنينة والشغل يكون قليل أو ربما عطلة إجازة أنت في نعمة شاملة هذه النعمتين العظيمتين ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يقوم باستثمارها أحسن استثمار خصوصا أبناؤنا التلاميذ والطلبة اللي عندهم دم الآن عطلة صيفية ممددة وهؤلاء يستحقون الراحة ويستحقون المتعة لقد قدوا سنة دراسية مليئة بالامتحانات في مدارسهم وجامعاتهم والآن بعد أتعاب كبيرة من الكتب والأقلام الآن الإنسان يفكر في أنه يستمتع بهذه العطلة الصيفية لهي كتعطينا واحد القسط من الراحة بعد العناء الشديد وهي مكافأة مكافأة ربنا سبحانه وتعالى نظم الأوقات وهذا البشر إلى ما فيه منفعة هي مكافأة لكل عامل لكل تلميذ لكل طالب لكل موظف أنه كي يخذ وحد الإجازة صيفية بعد المثابرة والكد عليه أن يرتح وهذه ضرورية ومؤكدة وإلا وقع له تعب باش نحق التوازن النفسي ونحق السعادة والهنى والثقة بالنفس لابد للإنسان بعد سنة بكاملها من العمل والجد والتعب أنه يحظى بوقت الراحة والاسترخاء ويحظى بفترة فيها النوم العميق ينام حتى يشبع نوم ويتحرر من الروتين اليومي ويتحرر من أشياء كانت مجبرة عليه لكي يستفيد من نعمة الفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لكن الناس هما أشكال وألوان منهم من يحسن استثمار هذه النعم ومنهم من يضيعها نبغينا وإياكم في حلقة هذا اليوم أننا نتناصح ونتبادل الأفكار كيف نخطط لقضاء عطلة صيفية جميلة ومفيدة كيف نستمجد منها كيف لا نجعل وقتنا يضيع ويهضر هباء كيف يمكن أن يكون لنا تأثير إيجابي في هذه العطلة وليس تأثير سلبي في العادة الناس يفكرون أول ما يفكرون فيه وهو الصفر أول تفكير الصفر فكين هناك بعض العائلات اللي هما تارية هذا عندهم مشكل المال موجود فيفكر في أنه يغادر المنطقة الذي قد فيها أيام وشهور يفكر في قضاء عطلة صيفية خارج البلاد يجب دول أوروبا ويبحث عن الأماكن الجميلة ذاك فضل من الله الله تعالى يقسم الأرزق كين بعض العائلات اللي هما عندهم واحد مستوى دي الدخل متوسط هذا كيبقوا بالداخل وكيبقوا يقلبوا على أماكن سياحية جميلة مع ولدتهم لا بد من الصفر لأنه يقول لك سافر تصح من لك تصفر كتصح أكتر وكيجدد فيك الشباب في المثال الفرنسي كيقولوا أنك كتزاد شبابا هالطبقات المتوسطة اللي عنده واحد المدخول كيمشيوا إلى كرائه إما فنادق وإما شقق مفروشة في إطار السياحة الداخلية وكيستفدوا وكي الأسار اللي هي فقيرة أو دخلوها محدود هذا كيقلبوا صعب عليهم أنهم يفكروا أنهم في الصفار لأن الغلاء دي المعيشة فكيف يفكر منهم أنهم يدروا الزيارة للأحباب الزيارة للعائلة وتكون فيها مجموعة فوائد فيها صنة الرحيم أولا وفيها اللقاء مع الأحبة وفيها أيضا توفير للتكاليف لكن المشكل هو أن الأولاد الصغار هذا خصهم رحلة وسفر منه إن أخر ما بغوش يسافر هو يبقى بين ربعات الجدران خاص يقلب على مكان فضاء فيه فيه البحر والسباحة والرياضة لأنه يريد أن ينمي شخصيته هنا الحمد لله كالقوا في بلادنا بعض الأسر التي عندها ظروف صعبة كالقوا وحد ضرفية متاحة وهي أننا نرسل أبنائنا إلى المخيمات الجمعوية هناك في الوطن مجموعة من المخيمات الجمعوية كتخم بها الدولة في إطار وزارة المكلفة بالشباب والطفولة وهذه المخيمات هي مهمة للغاية لأن الطفل الصغير والشاب والمراهق اللي كين تامي إلى أسرة محدودة الدخل ممكن أن يستفيد من عطلة صيفية ممتعة في شاطئ البحري أو في الجبال ودلق مؤطرين تربويين أكفاء غد يعلموه القيم ويعلموه المبادئ وغد يعلموه الاعتماد على النفس وغد يعلموه الانتماء للمجموعة وغد ينموه فيه الروح الوطنية مع كل صباح كيكون تحية للعالم الوطني والنشيد الوطني وغد يعلموه فيه القيم الدينية كي يحفظوا على الصلاوات في وقتها وتلاوة القرآن وكي نموه فيه كذلك القيم الإنسانية من تضامن وتكافل وتعارف ومناقشة وبزد الأشياء مفيدة هذه المخيمات الجمعوية فيها التلاميذ والطلباء والشباب المراهق والأطفال يتجددون في شخصيتهم ويجددون أنفسهم بعد الدراسة لكن هذا التخيم لحد الساعة يبدو مازال محدود رغم الجهود اللي قد قم بها الدولة ويقوم بها دور الشباب وهي جهود مشكورة ولكن كتبقى دائما محدودة خصوصا أن المدة التي يقضي فيها التلاميذ هذه الرحلة في التخيم يعني لا تتجاوز عشرة أيام يعني بعد عشرة أيام ماذا يمكن أن يفعل هذا التلميذ أو هذا الولد أو هذه البنية يعني يعود إلى البيت من جديد وربما كيشعر بنوع من الملل نحن نحن بغينا هذا الملل نتجاوزه بغينا كيف نستمتع بالجو العائلي في العطلة الصيفية رفقة الأهل والأحباب وكيف نملأ أوقات فراغنا لقضاء عطلة سعيدة ومفيدة من بين الوصاية التي ممكن أن نقدمها لأبنائنا وبناتنا هو أنه لا بد أن نستغل هذه الفرصة لممارسة الهوايات المفضلة كي كل واحد منا عنده هواية مفضلة والهواية رأى مهمة لأن بغا كنحل العقد النفسية إنسان كي يبقى في الروتين اليومي وداخل أربعات جدران ومحكوم بنظام حياة هذا مع المدى تلقى مقهور وتلقى عنده عقد لكي نفك هذه العقد ويكون الإنسان مبشور ويكون الإنسان مقبل على الحياة متصالح مع نفسه متصالح مع مجتمعه متصالح مع الكون من حوله خصو دائما يكون مقبل على الحياة الحياة هي هيبة من عند المولى سبحانه وتعالى الحياة جميلة ما فيها من نعم فنقوم بممارسة بعض الهوايات اللي لا نستطيع أن نقوم بها أيام الدراسة أو أيام العمل ومن أهم الهوايات هي ممارسة الرياضة الرياضة كل واحد منها عنده رياضة محببة كيلي كيبغي ممارسة خورة القدم كيلي كيبغي ركوب الدراجات الهوائية لبسيكلات كيلي كيبغي السباحة كيشعر بأنه يستمتع أنه إذا غطس في أعماق البحر كيلي كيبغي الرياضة للجري كيلي كيبغي الألعاب الوراقية ضامة وغيرها هذه كلها رياضات وهوايات هي لا مانع منها بالعكس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل وهذا الكلام النبوي الشريف هو يتحدث عن الوضعية البيئية لكانت أيام زمان إنساك يعيش في منطقة صحراوية وفي منطقة بيئية قبلية كان الناس محتاجين هذه الهوايات السباحة لأن الإنسان يمشي للبحر يقدر يتعلم عن السباحة أولا يتفادى الغرق والرماية كانوا أيام زمان الحروب وكان لابد من أن تدافع على نفسك وكان الجهاد لابد أن تتعلم الرماية وركوب الخيل ركوب الخيل كان أيام زمان يعني أن الفلسفة النبوية الشريفة أننا نعلم أبناءنا الرياضات اللي احنا محتاجين إليها اللي في المدينة ماشي اللي بحال في البادية واللي في الجبال ماشي اللي بحال في الوطا وكل واحد والطبيعة دياله فنختار رياضة من الرياضات المختلفة والمتنوعة ونعلمها أنفسنا وأبناءنا مهم لأن العقل السليم في الجسيم السليم وكنتذكر بأن أيام الدراسة ولدتنا وبنيتنا ما كي لعبوش الرياضة كثير وإحنا بنفسنا الكبار على عمال والشغول والوظيفة ما كتلقات الوقت في المواصل الرياضة فهذه فرصة أحسن رياضة هي المشي السريع هي رياضة الجري والرقد وأيضا كرة القدام والدرجات الهوائية والسباحة فهذه مهمة فيها نقرنها بالعبادة كنديرها أولا فيها منفعة وفيها متعة ولا ننسى بأنها عبادة لأن ربنا عز وجل يحب العبدة الذي يكون قويا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير بعد ذلك نقوم بتنمية المواهب والمهارات الفردية عند أبنائنا ولدتنا لابد أنهم يتعلموا يعني أن العطلة ماشي مجرد من الصباح إلى المساء إنسان كي يجري وكيمشي للبحر وكيمشي كذا لابد ننمي المواهب والمهارات الفردية عندنا هذه قد تبدأ بماذا؟ بأشياء مفيدة هي المطالعة عطلة الصيف هي فترة للمطالعة ولكن المطالعة مشد الكتوب المدرسية لفي الرياضيات والفيزياء والعلوم هي مطالعة بعض القصص وبعض الروايات ومقالات وشعر هذا غد يربفنا الجانب الفني غد يعود إنسان عنده الخيال الجميل وعنده الرؤية الفسيحة وعنده الإحساس المرحف هذه هوايات مهمة المطالعة للقصاص والروايات والمقالات المفيدة والشعر وكتابة تعلموا حتى الكتابة نعلم وردتنا كيف يكتبوا يكتبوا شيء حتى توقع عليه معين في العطلة الصيفية الجميلة غير نميه فيه المواهب والمهارات يعني راكي تعلم ولكن يستمتع بالعطلة دون ضغط لا ننسى أن بعض أولادنا عندهم مشكل في اللغات هذه مناسبة نتعلم اللغات كان بعض العائلات اللي ولدتهم ما كيقراش اللغات الأجنبية هذه فرصة نتعلم لغة الأجنبية دبا اللغة الإنجليزية هي اللي لغة سوق نتعلموها عن طريق الألعب أو العكس كنلقوا بعض الأسر اللي هي فرنكفونية وما كتعلمش وليد العربي ما كيعرفوش نتققها بالعربية هذه فرصة نعلموهم اللغة العربية أو نتعلم أي لغة مفيدة ولكن تبقى ديما اللغة العربية هي الأساس لأنها لغة القرآن لغة القرآن العظيم نتعلمها وهي لغة غنية ولغة ليفسيحة ولغة متطورة جدا ونقرؤوا اللغة الأجنبية الأخرى الفرنسية إنجليزية صينية اللي يقدر والطريقة دي التعلم ماشي بحل دي المدرسة هي تعلم عن طريق الألعاب عن طريق الهوايات عن طريق يلي كتحصل المتعة والعلم ثم ممكن أننا نزود أبنائنا بأجهزة الحسوب وبرامج الحسوب لأن الآلي للتعلم الآن صارتي الحسوب لأن إنسان لا يمكن أن يستغني عن هذا المستقبل الأبنائنا وبناتنا والحسوب العطلة الصيفية هي مناسبة أننا نشير لولدي واحد الجهاز للحسوب أنه يتعلم فيه باللعب يعني برامج الحاسب الآلي المفيدة لكتناسب العمر دياله إذا كان طفل أو كان مراهق وفيها برامج فيها ترفيه ولكن فيها تقنيات كيتعلم تقنية سهلة باش من يدخل المدرسة أو الجميع غضي القرص بأنه يتعامل مع الحسوب بكل أريحية لا ننسى أيها الأحباب والكرام أننا خلال هذه العطلة الصيفية أننا نعلم أبنائنا قراءة بعض القصص الهادفة نقرأها معهم مثلا قصص الأنبياء قصص الأنبياء أعظم الشخصية في التاريخ هم الأنبياء يعني قبل الفلاسفة وقبل المفكرين وقبل العلماء وقبل القادة والزعماء والسياسيين الأنبياء هم خير خلق الله وأبناؤنا نبحث لهم عن القدوة هناك قصص جميلة فيها ترفيه وفيها متعة كنعلمون قصص الأنبياء والصبر والمقاومة والعزة والتضامن والمحبة والتضحية هذه كلها مبادئ إنسانية عالمية وكونية غد يلقوها موجودة في قصص الأنبياء وما أجملها ما نقروش بالطريقة الكلاسيكية اللي كتدعو إلى الحفظ والإتقان هذه طريقة جميلة في وقتها أما في العطلة الصيفية كنقروها كمسلسلات كأفلام جميلة وفيها قصص أنبياء فيها راحة فيها متعة أيضا هناك قصص صحابة وما أروعها وقصص الصالحين ثم أيضا القصص الخيالية العادية للأناس عاديين لتنمية الخيال وتوسيع المدارك والغاية أن تكون القصص تزرع القيم الأخلاقية الحميدة كن من طبعه أنه يبغي فن أخرى يبغي الرسم والتلوين نوفر لولادنا وبنيتنا إلى كان عندهم هذه الرغبة أننا نعطيهم الأوراق البيضاء والملونات نعطيهم إرسم يعني خض راحتك رغمو ممكن نكتشف نكتشف بعض الناس اللي هما اللي عندهم طاقات غريبة في الفن التشكيلي وفي الرسم والتلوين وهذا فن عظيم وعنده مستقبل كبير فنشفه نكتشفه الهوايات عدولياتنا ونعطيهم أي حاجة فعاليات علمية تربوية لكن مشي بالروح العلمية في المدرسة وفي الجامعة لا بطريقة تحتوي على المرح وتحتوي على المتعة وتحتوي على الفائدة يعني نستطمر هذه الأوقات بما يعود علينا بالنفع نطور المهارات الحركية والدهنية والخيالية والفكري واللغوية نطورها يعني فساة الصيف ما نضيعوش الوقت دينا الوقت تمين وحد إشارة مهمة جدا كي بعض العائلات اللي هما يعرفوا حائقة الحياة وكي يعرفوا كيفاش يستطمروا أنهم ينضمون مع أبنائهم إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم هناك بعض الجهات حلقات كتنضمها لتحفيظ كلام الله أعظم شيء في الوجود كلام الله سبحانه وتعالى كي يحفظه الولدات وكيمشي معهم احتى الآباء والأمهات احتى أمك يحفظوا معهم وكي يكونوا بعض الجهات كينضمون مشاركات في مصابقة القرآن الكريم للأطفال للبنات جميل جدا داخل العطلة الصيفية كين في الشواطئ وكين في المخيمات على الجبال وفي البوادي وفي أماكن مختلفة داخل داخل المتعة الصيفية كنت تكون واحد الفقرة خاصة بتحفيظ القرآن حلقات تحفيظ القرآن وحلقات المصابقة في التجويد دي مهمة داخل العطلة الصيفية احنا كنت نذكر احنا الصغار جدا كنا في بعض المخيمات كانوا كانوا كل ساعة المجانة في النهار فيها فيها القرآن الكريم وساعة فيها الكرة القدم وساعة فيها الأعمال المنزلية من طبخين وتنظيف وتصمين وساعة فيها الحراسة الليلية وساعة أخرى فيها قضاء الحوائج كنت تتقدف السوق وكتجيب الأطعمة للناس كلهم أتوغدوغول كتتعلم كتتعلم بزاف دي المبادئ في وقت واحد لا ننسى أيها الأحباب الكرام في العطلة الصيفية مناسبة أننا ننتبه لوحد الأمر ثلاث منا جميعا واحد مسألة كتهرب علينا وهي أننا نعود أولادنا وبناتنا على الصلاة في المساجد لأن دائما أولادنا وبناتنا يحقون مبررات أنا ما مشت للجامعة نصلي أنا عند الدراسة أنا عند التمارين خسين الضهائن دبا الآن العطة الصيفية نعود أبناءنا وبناتنا نمشو معهم إلى المساجد لأداء الصلاة ونتعلموا التبكير إلى المساجد بل بعض الناس يديروا واحد العمل صالح في المساجد أنهم يقوموا بالنظافة نظافة المساجد كتقولوا غنين ديروا غدا غن ديروا يوما لمورا الفجر غنقوموا بتنظيف هذا المسجد كنشارك معهم كنجيبوا المواد المطهرة والمياه والكراطة والاشطابة وكندخلوا معهم وننظفوا الجامع واحدة نعمة كبيرة احنا أذكروا احنا الصغار كنا نقوموا بتنظيف المساجد في المدينة العتيقة وكنفرحوا خصوصا من اللي كان نكونوا احنا صغار وكندروا شيئتم أو شيئن وكنقلوا ربي غضب علي احنا صغار يعني عشر سنوات وكنتشعر بهذه النعمة وهذه النعمة الحمد لله فاتنا في المستقبل كثير 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 جدا هذه النعمة عظيمة نقوموا بها نعلموا بها ولدتنا كذلك داخل البيت نحاولوا ما أمكن نعلموا ولدتنا الزوجة والزوج ننقش دائما غير المشاكين والنفق والفلوس رابون كن داخل بيوتنا بمصارف محدودة نجعل بيوتنا جنة مثلا أننا نجتمعوا الأب والأم والولدات ونقلوا غنقوموا بتنظيف البيت غنغيروا الديكور يعني الديكور دي الشتاء وبقى في الربع وبقى في الخريف أجي الصيف نبدو الديكور نحاولوا للأتا تعدى الغرفة إلى الغرفة الأخرى وهذه الصالة وهذه الصالة أخرى يقسم الله تعالى كن بدو الديكور وكن نضفو يكون واحد البريق واحد الجمال واحد ريحة طيبة كتشمها في البيت ثم كنقوموا بالمساعدة دي الأم في الأعمال المنزلية يعني الولدات والبنيات كل واحد نعطوه عمل منزلي أن في الكوزينة هذا غير طباق هذا غير نقل الخضراء هذا غير صوبك هذا كنت تعلموا تنمية روح المشاركة على الولدات كنتشاركوا بعض دياتنا كنتشعروا بأن الأم مش دائم من البوحدة كتدخل في الكوزينة ولكن الأب كيدخل معها وهو مبتسم ما يدخل شو هو مقلق ومتوتر مبتسم ربما قا يغني كلمات جميلة ومعه وليداته فرحانين وبنياته فرحانات وكنقوموا بالأعمال المنزلية مشتركة داخل المطبخ نعدوا الإفطار نعدوا الغداء نرسوندويتشات نخرجوا إلى مكان جميل نكلهم إلى ما كشعدنا القدرة على شراء المواد الغدائية في بعض المطاعم ربما غالية نستعمل صنويتشات نخرجوا بعض دياتنا وهذا فيه روح المشاركة وفيه تنمية أيضا وتعويض الاعتماد على النفس يتعلم وليدات الملدبة أنه يتعلم ويعتمد على نفسه كثير هي الأمور التي ممكن نقوم بها ممكن أيضا أننا نقوم بالتطوع في بعض المؤسسات أو الجمعية الخيرية اللي يقوموا بأعمال بعض الفئات من المجتمع أوساط اللي هي محرومة محرومة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كي الأيتام كي الناس المرضى فندروا ممكن أندروا واحد الأعمال في الصيف تطوع مش البعض المؤسسة إما دور الأيتام وإما دور دي الرعاية الخاصة بالمسنين وإما زيادة بعض المستشفيات نقوموا ببعض الأعمال الخيرية إنسان مشي كي يعيش فقط دي المتعة مشي فقط يعيش نفسه أنه يعطي شوية من وقته ومن قدرته للآخر المحروم هناك أناس محرومين إما أيتام إما مسنين إما مرضى إما معقين إما 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 نعطيهم مما أعطاني الله نعطيهم شوية من الوقت شوية من الاهتمام وشوية من العطاء اللي أعطاني الله تعالى لا ننسى أيضا أيها الأحباب الكرام أن العطلة الصيفية هي مناسبة لتفعيل العلاقات بين العائلة العائلة اللي ربما ما كنشوفهوش بعضياتنا لمدة طويلة بسبب العمال والدرسة هذه مناسبة ندير العراضات عرض عليها مرة ونعرض عليك مرتين ونجمع بعضياتنا ولا يكون تفاخر يعني كل واحد منك يعرض على الآخر القيم الدينية يعني نقسم الله لا تكلف نفسك فوق ما تطيق حتى لا يكون هناك التباهي والتغالي لسأنا طبعا ما يفرط ولكن لا يكلف نفسه مش ياخد ديول وكريديات بش يقدر يعرض على العائلة ويتباهى هذا غادي نفقده القيمة ديول العطلة الصيفية نجتمعوا ركلوا أبائنا وأمهاتنا والأجداد ديولنا كيجتمعوا على براتتين وفرحانين وسعداء وكيكون الحكي باش الأسرة تعرف بعضياته والعائلة الكبيرة ولاد الأعمام والعمات ولاد الأخوال والخالات يتعرفوا بعضياتهم في دار الجد وسعداتك لقلبه كبير وديما مبتسيم وديما كيتقدا وديما خلق الجو دي الفكهة باش يكل شي فرحان وكيجي وقت الصلاة كيقولوا بي الله نصلي جماعة انت ودي لينا وانت توضي انت بتعرفش توضى تتبعني أنا غانت توضى ودي رب حالي انت يا دي لي كذا وكن خلقوا واحد الجو جميل وصل عائلة وبعد الصلاة كنقلوا واحد القصة للأنبياء فاموا عضا ومن البدد كننكلوا الطعام والشراب ونلقوا في السمار حياة جميلة جدا بأبسط الأشياء أيضا رسالة أخرى لبعض الأخوات دينا للمرأة المرأة كان بعض الأخوات دينا النساء اللي هما ربما خدمات وعندهم ضغوطات في الحياة ومسؤوليات هذه مناسبة للعطلة الصيفية أنها تنمي بعض المهارات التي لا تجيدها مثلا كن بعض النساء لا تجيد الطهي يعني طل السنة هيخدمها وكتجري والماكلة عند الخادمة في البيت هذه مناسبة البنية دينا والشابات دينا والنساء دينا يتعلموا أشكال دي الطهي كن إداعات كن قنوات كي تعلموا الطهي يعني كيقول لك أقرب طريق إلى قلب الرجل معيدته تعلم كيف تصنعين المائدة المرأة نبغى تتيطل للرجل يعني تشبعوا الماكلة يقول لك الأحلاحة غلبت سحارة ولكن طبخة غلبتهم بجوج لك تقدير الميدة جميلة والماكلة والابتسامة الراجل كيقول لك جنتي في بيتي يعني ما يقلب على برا أيضا مهارات كثيرة ممكن تعلم فن الخياطة فن الافصالة أنها تخيط ملابس نفسها ولأولادها جميل جدا هذه فيها حرفة وفيها مهارة وفيها متعة ممكن أنها هدى المرأة تحضر لبعض الندوات أو بعض دوارات الجميلة اللي كتكون بتربية الأطفال والتنشئة ديالهم وكيف نتعامل مع الجيل الجديد هذا كله مجموعة من الأمور ممكن تعلمها المرأة لأن المرأة رهي من المرأة والخسر من المرأة وهذه المناسبة للنساء ديالنا في هذه العطلة الصيفية يقوموا بتعلم المهارات اللي فاتهم ربما الوقت ما تعلموهاش أو لا يجيدوا دها الطبخ والخياطة والتنشئة الجميلة للأطفال وخلق الساعدة داخل البيت وهكذا سنكون إن شاء الله عطلة صيفية جميلة ستمشي في طاعة الله وفي النجاح وفلاح وجمع الشمل وهي أيام ثم تنقضي وغير من الموسم الدراسي وغير من العمل هي الحياة هي هكذا ربنا خلقها وطلب مننا كل مرحلة وكل محطة نعيشها طولا وعرضا أيها الأحباب وكيرام بريد أتساءل معكم ربما حسب التجربة ديالكم والعرف ديالكم والإدراك ديالكم أنتم ربما عارفين حسين مننا يعني كيف نتساءل وإياكم كيف نخلق عطلة صيفية ممتعة كيف نستفيد من هذه الإجازة وهذه العطلة كيف نملأ أوقات فراغنا كيف نستغل هذا الوقت ربما غلى الأسعار ربما بالقليل يكفي كيف نفعل الكلمة لكم وسأفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة هي 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 ونقوح فاصل قصير ثم نعود إليكم للواصل فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ليسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ويبدو أن الخطوط ممتلئة جدا نبدأ من أول مكالمة وباختصار من آسف معنا السياسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عمي الحاج كدير لذي سأليك وكل شيء زيان وكل شيء بخير الحمد لله ونشكرها سيدي الله يطول عمرك السياسين الحمد لله حمد الله يحبطك الله يبارك فيك عقلت لي عمي الحاجة عقلت عليك الرجل الفاضل الشاب الأريب الله يحفظك ورعاك الله يحفظك والله يجزيكم بخير وحفظكم الله ورعاكم شكرا للأخ واستقبل المكالمات واستقبلنا استقبالا يعني جميلا ونهني أوكي عمل هذا على الحز حزن يعني إن شاء الله وتعالى مبرور وسعيا وشكور وضرب المغفور وطفارة إن شاء الله وتعالى والتبور يا رحمة رحمة الله ومأمين ولجميع المسلمين يا رب والله يجزيك بخير على هذا البرنامج الذي تستفيد منه الأمة الإسلامية داخل يعني أرض وطن وخارجها وكن شكرا الأمة الإسلامية كاملة وكن شكرا يعني ميت راديو على هذا العمل طيب وهذا البرنامج طيب الذي حفته الملائكة وغشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة وذكر الله والزوجل في من عنده الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في من عنده إن شاء الله اللهم أمين يا رب اللهم أمين جزاك الله الفخير الله سبحانه وتعالى شكرا لك إلى أين إلى سيد قسم معنا للا للا ماريا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور ما عليكم عمي الحاز كده لبس عليك مزيانة واسم بروكة الله يبهر فيك بنتي بارك الله وفيك أنا فرحة لك الزهب 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 عندي عيد اليوم وليكن هضر معك عمي الحاز مرحبا بنتي أهلا وسهلا بيك ربي يخل إلىك عمي الحاز لا يطول عمرك والله يخل Leceth صحيحتك أنا بغيت نعود لك عمي الحاز ووسك إددعى معنا يا رب cledك عمي إددعى معنا الله يخل يzd لنا mur مريضة هدل ايام مريضة عمي الحاج ولأم الدالي مريضة بالنسيان متزكت نحمد قشكت اقل عمي الحاج اللههكبر كانت الأم دالي يحنا تحسن الابناتتب المكفوفين الفاس س انت لا يش رأي شخص كانت الأم دالي يلي تستخدم علينا كانت تتخدم معالنات فى السلاحة كانت مسكينة ت Pew zijn9n cof'ليم حيدي حنا فى الباستي حنا فى Al-Bahdière م прин brief وممأى عمي الحاج كانت الصقة وكانت البيل ولكن احنا معدنا صحابة سنجيبوه كانت مهيلي كتقربونا لابن الأم ديال أعمل حاج ومقشل كتعقل مقشل عمل حاج كتعقل كتبغيت خرج بالليل كتبغيت خرج في النهار احنا أخوك كنا ما كنشوفوش كنا الحمد لله كنا عايش بلقصة من الله ومعنا الأم ديالنا كنا فرحاني الحمد لله ولكنني مرضة الأم ديال أعمل حاج الزمنة بزاف الله أكبر لا إله الله لا مريع لا إله إلا الله لا حوله ولا قوة إلا بالله اجتماعية يعني مؤترة للغاية يعني عائلة فقيرة وفي ثلاثات البنيات مكفوفات والأم اللي هي كتسر عليهم طبعا هاد نيسيان وأشبه بالزهايمر عادة يصيب الإنسان ملكي كتعلي الهم الهم يكتر عليه ويغلبه فالدماغ لا يستوعب الكمية دي المعاناة فينسى بشير تح حتى لو أكي فقركي فقركي تعب أكتر وأكتر الأمر لله من قبل أعطتنا واحد صورة دي المعاناة اليومية وهذه دي مناسبة كنذكروه للناس لهم مكفوفين الشباب لهم مكفوفين مكفوفات أنهم ينضموا لهذه القناة اللي كنذكروها دائما القناة الهيلة للمكفوفين أو قناة أمل المكفوفين ويحطوا الفيديو ديالهم ممكن بنتي أنك تصور نفسك أو الأخوات ديالك في ثلاث دقائق وتكلمي عن المعاناة ديالك وتخلي رقم التليفون ديالك رأى الحمد لله واحد العداد للأهل الخير واحد العداد للأهل الإحسان سواء داخل الوطن أو خارج أرض الوطن رأى كي ينضروا لهذه القناة وكيشوفوا الحالات اللي هي ضاعفة وكيتواصلوا معهم وكيساعدوهم كين أخونا جواد من المحمدية هو اللي المسير اللي هو المكفوف هو صاحب مبادرة حسنة كيسير هذه القناة وكيشرف عليها هذه مناسبة والإخوان أيضا في أسفي عندهم تم واحد تسير هذه مناسبة إن شاء الله تعالى تدير أي واحد محتاج للمساعدة كيدير واحد للفيديو فيها واحد ثلاث ديال دقيق ربعا دقيق ميطورش فيها مركزة يدير فيها المعاناة ديالو كيصور في نفس ديالو يدير رقم الهاتف طبعا ليس الدعوة للتسول أبدا وليس الدعوة للتبرع أبدا وهذه دعوة للمساعدة للتضامن والتكافل هدو إخوان لنا شباب وشبات في وضعي اقتصادية ربي اللي يعلم بهم رلي قال شيك لا يمشي زورهم وغضي يطالع على الأحوال اللي عندهم خصوصا اللي في البوادي وفي القرى غضي يطالع عليهم وغيتأسف يعني جميع العوارد اللي كتطار الطريق دياله وغضي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإحنا مهد المناسبة ديالشهر محرم الحرم موسم الزكوات الناس اللي كي بيعطوا الزكاة لها فريضة إسلامية على كل مؤمن عند القدرة على ذلك أن أحسن طريقة من طرق الحسنة هي يدق على هذه الناس مباشرة يعني بدون وسطة يدق عليهم في هذه القناة يتواصل مع ذلك المحتاج مباشرة بالهاتف دياله ويتساعد معه إلا كان قريب له يعطيه المساعدة مباشرة من لدو لدو إلا كان بايد عليهم ركين المؤسسات اللي دبا الآن كي ينقلوا ذلك إما وحد القدر مالي أو متاع نقدي أو أعيني يوصلوا ليحسن الباب الضار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الله بالجميع الله ينفع الجميع بنتمارية طلبوا الله سبحانه وتعالى فرز عليك في القريب العجل الله يشافي الوليدة الله يطول له العمر اللهم تعالي يزكي العمال اللهم تعالي كتب لكم مكاتب الخير ربما سهلاش تكون الأم اللي يمسك تغير الفلاحة وضعيفة والعائلة فقيرة وثلاثات البنيات اللي هم مكفوفات لكم أن تتصوروا هذه المعاناة نطلبوا الله سبحانه وتعالى يسخر لكم أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الإحسان يتقدمون لكم بالمساعدة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين ونواصل أيها الأحباب الكرام ونتحول اللحظة إلى الرباط مع السي حسني السلام عليكم أمي الحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عودة ميمونات عمر إن شاء الله بلحب الله وحاجر مبرو سيما شكورة وغانتلمون مغفور إن شاء الله بلحب الله يا رب العالمي يا رب يا كريم أراك لوسي حسني إذا أمي الحاجة بسلك شوية كشي بخير الحمد رب مش شكرا أمي لي أمي رب أنا كشي بخير الحمد لله أكرمك الله أخويا أكرمك الله أمي الحاج عندي جوش أسئلة من ذلك شريك يخوز مرطان كيشتو يذكره أو شنو يعمل السؤال الثاني ما هو حكم الإنس ما هو حكم شراء الله في إنسان رب ضمن إنسان ما كيعرفوش وكيجي شي واحد يقوله وعطينا الرقم التليفون ديال فلان وتيقول له هذا ما يسواج وعليك لك تبور رقم تليفون ما عندوش علم لك إنسان ما عارفوش كيسوا ما عارفش قيمته ما عارفش حيثو كذيرا يلاك يرى ما غير في التليفون ولكن شو اللي يقول له شو عطينا الرقم التليفون ديال فلابة نتواصل معه يعني يقول له هذا ما يسواج رمان زيانش رخايب هو ما عندوش علم معليه ما عالمش علم وشي كذب إنه ما حكمه شراء شي كامل وحاجة وحدا نقول لك إنه حتى وحد يعني كيدلوها آآ بنسبة كيينش يبقى مكوفين ما كي ياربي سبحان الله عز وجل ما تيكونش واحد مستوى عالية بحالك في الأخرين أنا لأنا قيد ما مكوفين عندهم قيمة عالية منهم دل كاتيران منهم محام منهم آآ اسمتوا معلمين معلمين كبار مرشيدين ولكن كان شو بشي باج مكفين ما مقاريينش ما وعيينش ما عنهمش ما نندمش خيبار القرية وما عنهمش علم تبعينم حتى بلق صاحب تبحف القرآن ما عندهمش حتى بلق دعوة رسلي بشي بلقاء انسان بالنطق صاحي ما كينش وطي يقولش كلا ما هو ما هو ماشي بمستوى ما هو حكمه فدل بقى لي وخمولي بإذن الله تعالى وبالنسبة لي وحامي الحاج بإذنك تقول ضروري ضروري حقلكم لك لكي لا قوتي ليش بغين نسألك لكي حاجة مهمة بزروري في السيوديو وش ممكن تقول وخاصي حسني بإذن الله نحاول نحتفظ أخوة وخمولي مرحبا ألو ألو الشريفة عليك بقيتي لبسأل الله الله يطول عمرك الله يحفظك ورحك أنا أنا الحاجة أنا أقول لبنى من أستاذك للمرأة لقد تكن مرتدي تليفون ديالي أيها للأ أيها مرحبا للأ أيها الأخت لبنى مكفوفة لا آه مكفوفة أيها قلت عليك لأ أيها للأ لقد أهدرت لك على التليفون الحاجة أنا هي اللي كنت يقول تليفون ديالك أيها أختي إياه الله يرحمي الوالدين أنا أقول لك الحاجة بخيرت نفرج عليك شوية على الأب ديالي مسكن وحق الله مزول كلوة وعصة وكي ما عندهم معاناة كبيرة كيخلص الضواف كل شهر عندهم يعني يعني واحد المعاناة يعني قاسية لا الله العظيم لو واحد المعاناة ما يقول لك كيف دايرها ولكن الله ما لك الحمد لنشد بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الله يفرج عليك أختي لألا أنا أختي بقى عن التليفون ديالي هنتوصل معاك إن شاء الله اللهم تعال يفرج عليك اللهم تعال لاتك الخير والبركة والتسير وربي يجيب لك الرزق الوفير بقيتك أختي لبناء أيضا أنك نسق مع الأخ جواد في القناة المكروفين وإن شاء الله كل اللي بغى المساعدة غير يشجل واحد الفيديو عنده ثم رأى الناس غيرتصنب مباشرة نحن في الإدعاء كنحاول أن يروح من التحسيسية لأهل الخير وأهل الفضل هما يمشوا مباشرة للقناة يتصنب لإنسان المحتاج مباشرة ويعطوا دك الأمانة من الدو للدو من دون وسطة وإن شاء الله تعالى ربي غد يتقبل من الجميع الله يفرج عليك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك كنشكروك وكنشو السيح وسني وبغيت نجاوب السيح وسني السؤال اللي قال ثلاث أسئلة السؤال الأول يقول لك عنده فلوس مبلوقيين في اللابونك واش يخرج عليهم الزكاة أم لا هما الفلوس أصلا خاصهم يكونوا يتروجوا المال اللي يبقى محصور في البنك غد يعود جامد والمال الجامد تاكله الزكاة لأن الشعود يد الزكاة أن المال ينبغي أن يبلغ النصاب خصو يبلغ النصاب شنوى النصاب هو خمسة وثمانين جرام دي الدهب كنسوه للدهب شحال كذي للجرام وكنضرب الحاصر في خمسة وثمانين الناتج هو النصاب قد يكون عشرين ألف درهام ثلاثين ألف درهام كيطلعوا كينزل تقريبا في هذه الحدود اللي عنده هذه المبلغ وهو النصاب وبقى عنده لمدة سنة مر عليه الحول يعني 12 شهر قمري مر عليه الحول ثم كان هذا المبلغ خالي من الديون وما عندهش على الالتزامات خصوه إلا كان عنده الالتزامات أو ديون خصوة الديون لأصحابها أولا ويكون داك المال ملكا حقيقيا له دون الشريك أنا داك كيخرج هذا القدر دي الزكاة اللي هو جو جونس في المياه طبعا ما شغل المال رأي الزكاة ما شغل زكاة المالية رأي الزكاة المواشي اللي عنده الغنم وعنده البقار وعنده الجمال كيخرج بدءا من أربعين شات فيها شات وبدءا من ثلاثين بقارة فيها كده وبدءا من خمسة أسر جمل كل واحده الرقم دياله وكين زكاة الزروع والكروم والثمار للفلاحة في العشر أو نصف العشر بالسقي أو بالماء ديال المطر فاللي عنده هذا القدر من المال وجب عليه الزكاة في هذا الشهر العظيم اللي هو شهر محرم اللي هو الأول سنة الهجرية والناس كيطعوا الزكاة والديلهم لكن عندك هذا القدر لا يمكنك تأدي ولما أدش الإنسان ينقص الباركة من المال المال يبقى عنده ولكن ينقص منه الباركة والعكس صحيح إلا أدى الزكاة دياله ربنا عز وجل يضاعف له الأجر والتواب في الدنيا والآخرة كذلك السؤال الثاني اللي قال سي حسني وبسرعة قال لك شو الناس كي تكلموا بعضياتهم ولأخر كي انتقد الأخر في التليفون كي يقول لي سولوا عليه قال لي ما يسواش طبعا هذا من الشهادة الزور أو من قول النميمة وهذا أخطر ما يحاسب عليه الإنسان لما قال الصحابي الجليل معاد بن جبل قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك قال يا رسول الله أونواخد بما نقول بألسنتنا فقال له تكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجههم إلا من حصائد ألسنتهم رأس حملوا واحد اللسان دياله كيخرج عليه اللسان دياله كيغرقه اللسان ممكن أن يرفعك إلى أعلى مقام وممكن أن ينزل بك إلى المكان الصحيق اللي عنده شي لسان خاصة لا يقول إلا كلمة حق أو كلمة طيبة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رحم الله عبد قال خيرا فغنم أو سكت فسلم كيف نعود لساننا على أن لا يقول إلا الخير ولا يقول للحق هي تربية كاللي مسكين عنده ليسترنا ويستركم عنده سوء تربية وأعزل النميمة والغيبة وأعزل التجريح في الآخرين وكيسموها من فواكه المجالس فاكهة المجلس إلا يقلس في مجلس سيتفكه بالقيل والقال والتجريح في الآخرين هذه سوء تربية كيفاش نربدو نفسنا طريقة سهلة لا تحتاج منا إلى الكثير من المعاناة هي أنك تعود لسانك على الذكر تعود لسانك على الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هذه اللسانك تعود فلا ينطق إلا بالخير ولا ينطق إلا بالكلام الطيب لك أنشعج سيئة كي استغفر الله تعالى أما لا خلنفسك يقول نميمة رأى نميمة أبسط أشيائها أنها من أسباب عذاب القبر لما مر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على واحد المقبرة ومر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فأشاهد عندنا أن هذا الرجل الميت في القبر يعدب ما هو السبب كان يمشي بين الناس بالنميمة يقول القيل القال واللي كيشهد واحد شهده رمنا من الزور اللي كيقول واحد الكلام واحد إنسان رميسو أشو ما عارفوش وكيش وكيطعن في الكارمة ديالو وقع في قول الزور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوصب الكبائر ويحدر منها لما قال بأن الكبائر هي الشرك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات الغافلات والتولي ومالزحف والسحر إلى أن قال وشهدت الزور ألا وشهدت الزور نهيتكم عن كده كده ألا وشهدت الزور يقول لح تقلوا ليته سكت ليته سكت شهدت الزور هو تشهد في واحد الإنسان بالزور والطعن في الكارمة ديالو وتسيء السمعة ديالو واش غا تستفد غا تستفد بأنه سوف يأخذ من حسناتك فإذا فنيت حسناتك أخذت من سيئاته فنطلبوا الله تعالى يا ربنا جميعا تربيه حسنا الرب يربي نطلبوا يا رب ربنا على الإيمان واليقين والكلام الطيب أما القادية الأخيرة اللي قال السيح حسني أن بعض المكفوفين يعني ما قاريين وعندهم بضاعتهم قليلة وكيدخلوا في القرآن وفي الدعوة أين عم يا أخي الفاضل ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية يعني القرآن الكريم في آلاف الآيات ناخد آية الأولى الحمد لله في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه آية هذه لا إلا خطبت الناس وقلت لهم كي قلنا الله من فوق سبعي سماوات احمدوني الحمد لله احمدوا الله وحده لا تحمدوا معه غيره احمدوا الله تعالى رب العالمين شكوناه الله هو رب العالمين يعني نظام العالم كله رب المسلمين واليهود والنصارى والإنس والجن والحيوانات والمخلوقات كلها رب العالمين شكوناه العالمين هو كل ما سوى الله يسمون العالمين هذه آية قال النبي الكريم بلغوا عني ولو آية وأعظم آية هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذه أعظم آية إياك نعبد يعني توجه الخطاب للخالق يا رب نحن لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بأحد إلا أنت هذا قمة التوحيد وقمة العقيدة الصحيحة فهذه الناس لك نمقرينش ولكن عندهم واحدة الروح الإيمانية وكي يبغي يبلغوا الدعوة كي يقول لك يحفظ شيء باركة إما كيحفظ بعض الأدعية كيحفظ بعض الآيات بعض الأحاديث رفع خير وباركة فقط يكون الإخلاص يكون الإخلاص في القول والعمل أربغي تقبل شكر الله لك السحسني وحفظك الله ورعاك الله آمين آمين يا أرحم الراحمين ونواصل أيها الأحباب الكرام نواصل واللحظة نعود من الرباط إلى أسفي معنا للا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واش ممكن نصوه بغير بحدها واش عندي شي دنب ولا ما عنديش ولا ضروري خاصة نزيد نصوه منها آخر من وراها ايها لا يعني ما كذبش لك يا دكتور وحد دوره وشوية قاهرة عدنا في العائلة كنت سمنا ما الله تعالي فرج عنا ولل جمعة الله يفرج عليكم ولا لا وانا غنقول لك يا دكتور انا عاود لك شنو واقع بالضبط وكنت سمنا ما تقعش ليا المخرج ما غاديك نطول لا ما شك تفضل يا دكتور يجب دقائق يا دكتور مهم وغيتم تقول لك الدكتور احنا وحد وحد دكر قلت ياهلينا وحفظاته لي وحد وحد الأخت الله يعطيها الخير واحتها ما تمنات ولا ما عندهش وليده الدعيم ماها دكتور بالدرية طيبة ان شاء الله لا لا ظهرق هي سبحانه ربه وبحمده عدد خلقي وارد نفسي وزنة عرفي وميدد كلماتي صراحة ما كنت شكر عرف لي وحفظاته لي وانا كان شكراك وكان شكراه وكان شكر الله فعلا لصخركم لي يعني لقلتها دكتور ميات مرة هاد الكلمة لقلتها ميات مرة واش عندك فيها شي خير ولا خدت تقول غيرت المرات كافية يعني لازدتي زدتي ميات خطرق واش عندك شيء اذا كتر ان شاء الله يا رب ودكتور 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 علشي أنا اليوم مسترس ما كمش لاني وحد أخ ديالي دكتور معني ما بي يشد دخطو كتصاب في الحالة المدنية مسكينها كيطللها في وريقات حطها في القيادة ومش يعني مش غير غير لي صانصه غير وخرج فيه وحد الكامي ودكتور الله أكبر لا إله إلا الله خرج فيها دكتور جا غيرو وعلى ذاك الكامي وتلاح في الطوار تستعضم مع وحد مع وحد سميته ووحد يلدو تخبط فيه المرات ما يمطع في الأرض وتخبط فيه وتخبط عليه وتلاح وحد المساسو وتضرب على راسوها دكتور يعني ضرب بزاك لراسو ودالوا لي عملية دكتور هو فره في بيت خاطر اليوم ليه رضع ياما دكتور ما كيتحرك ما الموالو لا إله هيد الله يعني أنا أنا اليوم كتناو كتنصوم وفطرت على قبل القادية لإني مني قالوا لي يا صافرة ما زال بقى الحال خفتوا لي موتوا منشوفوا ويبقى فيها عندي فقرة دم دكتور ومريدة بالمعدة ويبشي طريتها دكتور نفطر صافي صرفت الموم شيت وبقى فيها الحال ما كتبش الإجزامي بكل صلاحة بقى فيها الحال يضيعت عن يومين ما ضيعت ولا أخي الله ما ضيعت ولا أخي ضيعت كما دكتور وكان طلب المحبك المسلمين داخل الوطان وخارج الوطان يدعو لي مع ولد خويا وكان دكتور وكان دكتور سيصوف دويري سيصوف يكن واحد الوليين عيد حك يعني شكرك غير بالضحك يبقى في إعداء فأنت يعني قلت لك ما نقول لك هذا حقي وناشيط وقوت تبارك الله وذلك العين شدت فيها شدت فيها دكتور كانت من أخوتي المسلمين دعيو مع هد الوليين راهم يمتق بولا را قطعت القرف ديالو مني شاه دكتور را ميت بحلي ميت دياللي غير تنفس طناعي وكله خيوط كله خيوط في قشوش وفي ميوف وفي فم آه ثم غال في نولي بحل لا لا كيفان غير واحد شوية العوينة ديالو والفم ديالو ممكن تتكفت ما ما شفناه غير منسجاجة دكتور شفناه غير منسجاج لا حول ولا لانه في الانعاش يعني شعنقول لك حسبي الله ونعم الوخير وإن الله وإن إليه راجعون لا إله كانت مننا كانت مننا دكتور الدعو معنا من القلب كانت مننا من أخوتي المسلمين يدعو معاه يدعو معاه بالشفاء يار كانت الغالبا من عند الله مرحبا واللهم لك الحمد لا إله الله ولا نعايت لك دكتور قلب البارح الزهر بالشفاء والله لا إله معك مع العشرة دي الناس كل ما قالي الضغط ما لقش هو وقت فجفوا لداتي والله سمحي لي بزفر لأم محمد وإن شاء أنت من توصل معك الشريف الله يحفظك والله يرعاك والله يبرك فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يقول لك لا ينفع حذر مع قدر هذا قدر الله هذا قدر الله رغم أن هذا سيدة شاب ربما كان يأخذ الحذر ولكن لا ينفع حذر مع قدر هذا قدر الله تعالى نحن كنا نغافر رحمته تمشو في الخطار ونجو في الخطار وملكة صلش ما كانت قد غل حمدناك يا ربو وشكرناك أننا نداز الأمور بسلام الإنسان في الدنيا معرض للأفات في أي لحظة ولعل ما أصابه يعني العين أيضا واقع الإنسان يكون في الحديث قالك وين لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير قد قادما مبتسيم وقد حاقوا فرحان وسجماعك وبحل الكوكب اللامع منظور كيتشاف هذا كيقدر يتصاب بالعين إليك كانوا الناس اللي كيشوفوه ما كيقولوا اشتبارك الله واصلا على رسول الله ولا حول ولا قوتين بالله غيرتصاب بالعين ركي يقول بأن النصف الروضة رغمية غابل العين لذا الإنسان اللي شاف رأسه بأنه مرصود وأن العين غد صيبه خصوه على الأقل يقرأ كل يوم عند شروق الشمس وعند غروبها يقرأ الإخلاص والمعودتان قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات بش ربي سبحانه وتعالي حفظه هو القدر لا يتغير إلا أن القدر نوعين قدر مبرم وقدر معلق بسبب وربك يغير القدر بالدعاء يثبت الله الذين آمنوا إلى أن قال يمحو الله ما يشاء ويتبت وعنده أم الكتاب يمحو الله القدر وكيكسب قدر بالدعاء وبالتحصينات من كثير من التحصين لوليداتنا وبنياتنا في السفاري والحضار يكون دائجر الذكر أيها الأحباب والكرام الوصية الذهبية ديما أذكر الله في الصباح وفي المساء ديما أذكر عندك الدكرة تحصين ربح الفاكس رانتك تكون محفوظ من الأذى رادب الإنسان منك تعرض للأذى هكذا يعني العائلة كلها كتحزن حزن عميق كليك تضمر كليك تتخرب من الداخل كيتفقد وحد شاب وكيكون دمال أنف الإنعاش ونطلب الله السلام والعافية نطلب الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يشفيه ويعافيه ويداويه اللهم تعالى في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وإحنا في شهر محرم الحرام وفي عاشرة اللهم شافيه وعافيه هذا الولد اللهم يا رب طبه في الغيب أنت طبيبه وأنت معالجه وأنت مشافيه رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي يا رب احفظه بالسبع المثاني واحفظه بالقرآن العظيم وهب له حياة متجددة أنت طبيبه وأنت معالجه وإذا ماردته فهو يشفيه الله يشفيه يشفيه جميع مرضى المسلمين وللأ أم محمد أنت ما خسرت وانه أنت اكتصيم هذا النهار هو سينا النبي قال لنا صيام عشراء العشر لهو غد الجمعة لكن لما سمع بأن اليهود والنصارى يصومون العشر قال لو بقيت من قابل لا أصمن تاسعاء فتوفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يدرك السنة فقالوا العلماء ماذا نصوم هل عاشوراء أو تاسعاء قالوا عاشوراء هو المقصود لذاته يكفر السنة الماضية وتاسعاء هو بحلقة النافلة المرتبطة بالفرد بحلقة النافلة وضعوا لنخالف اليهود والنصارى لأن ملة الإسلام هي الملة الصحيحة والحائقية وملة اليهود والنصارى كانت صحيحة وحائقية ودخلها التبديل والتغيير فالنساني لما صمتش هذا النهار ممكن تصوم الجمعة وتزدي معنا لأن يكره إفراد الجمعة بالصيام اللي صام الجمعة يصوم يوما قبلها أو بعدها على أي حال أنت مضيع أنت إيواله أنت مشيتي باش تسدر رحم مشيتي باش توسي هذا الناس ربما هذا العمل اللي قمت به أجره وتوابه يفوق بكثير هذا الصيام لأن الخطوات لله وجبر خواطر الناس وتهديئة نفوسهم هذا أجره وتوابه عالي وعالي جدا فأسأل الله إن تقبل منك ووضب على هذه هذا الذكر اللي قلت قبيلا هو جاء في هكذا كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم حتى إن الإمام البخاري رضي الله عنه في جامعه الصحيح خاتم بها صحيحه خاتم صحيحه بداه بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا ثم بعد ذلك ختمها بهذا الحديث فلما نقول عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومن ذلك المات يقوله خير لقلت ثلاث مرات ثلاث مرات رأى عندك الأجر والتواب العظيم أما لزتي عشر مرات مئة مرة أكثر مئة مرة كلما زدت في العدد كلما زد لك الأجر والتواب نتوسل جميعا بهذه الأذكار أن يشفي الله هذا الولد ويشفي جميع مرضى المسلمين وإن لله وربنا هو الرحمن الرحيم اللهم عجب الفرج اللهم يربي أنزل ألطافك الخفية وهذا الآدان للعشاء الذي سوف يرتفع الآن حان وقت آدان للعشاء أيها الأحباب الكرام حسب توقيت الضار البيضاء والنواحي نرفع الآدان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم تقبل منا جميعا الصلاة اللهم يا رب وفقنا لأذاء هذه الفريضة في المساجد مع الجماعة وارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول إلى إقليم وجدة معنا للا سميرة السلام عليكم السلام عليكم الحاج أهلا وسهلا بارك الله فيك بنتي الحمد لله للا بارك الله فيك أخويا بارك الله فيك الشريفة واشرك مبروكة يا الحاج كريبان واشرك مبروكة وإن شاء الله يدخل لك هذه الأيام إن شاء الله بالهناء والصحة والسلامة والرزق والملكنا الله يشافيه الله يطوغ العمر الله يخليه لنا والأسرة العلوية وجميع المغاربة والمسلمين كاملين كبه الله يعطيهم السعادة والهناء والسلامة إن شاء الله يا كريم يا رب يا رب يا كريم شكر الله لك شكرا للا سميرة لها الدعوات الصالحات أخويا الحاج أبغيت لنسولك زيما كالألف يام ديال واش لي صومي عشرار يعني يردى يعني واش يجود ولا ولا لا ولا حاس صومي نهارا من بعده لحاس أنا نقدر نصومي يردى يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إليك شكرا للا بإيه لله أخويا كريبان الله يخليك بعين معايق أنا قلت لك أنا ذيك المرة بلي مريضة بمرضر وما تويد وراني يعني مريضة بزار يعني ما قدرش نتمش يا تخيط وريبة الله يطرحك يا رب يا رب أنت رجل صالح ومؤمن وأنت ولي استغفر الله استغفر الله الله يحفظك الله سميرة الله يحفظك ويرعاك الله يحفظك ويرعاك الله يشافيك ويعافيك الله ينورك بنور الله للا سميرة أنت مريضة والناس يا الله صل لنا لحشاو وهذا الجباه الساجدة وهذا الأياد المتوضئة وهذا القلوب الطاهرة يا رب بحق من ركع وسجد وحق من طفح حول البيت وقبل حجر الأسعد يا رب للا سميرة اللهم شافها وعافيها اللهم جبر عظمها اللهم جبر عظمها اللهم جبر عظمها اللهم قوي شكيمتها اللهم قوي شكيمتها اللهم طبها في المنم يا رب وهي نائمة في جوف الليل أنزل عليها الرحمات والبركات والعناية الإلهية حتى تستيقظ صباحا وترى بأن الأدى قد زال عنها كلية يا رب تشافها وتعافيها وتطول لها العمور وتزكير العمال وتسعى القلب ديلها يا رحمة يا رحيم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم للا سميرة هذا الصيام المبارك دي العاشرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في فضله قال من صام عاشرة أحتسب على الله تعالى أن يغفر به السنة الماضية يعني السنة كاملة تغفر وهذا من رحمات الله الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء الله تعالى يبغي يتجلى على عبادي بالرحمات تصور سنة بكاملها من الذنوب والخطايا والتفريط والغفلة الله تعالى يمحي كل السيئات وكتعد السنة كلها في أغير الحسنات في أغير أعمال الطاعات في أغير المبرات هذه نعمة عظيمة فالإنسان يصوم عاشرة عاشرة صدفت هذه السنة الجمعة لكن سيدنا النبي ماذا قال قال إن بقيت من قابل لأصومن تسعا لو قتل عام المقبل لغنصوم تسعا لكن سيدنا النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى والعلماء بقوا محتارين يقولوا واشنغنصوم عاشرة ولغنقوم بفعل النبي بقوله أو فعله هو فعله صمع العاشرة وقوله قال لأصومن تسعا فمنهم من قال نأخذ بالفعل ومنهم من قال نأخذ بالقول ومنهم من جمع بين الحسنيين قال نصوموا التاسع ونصوموا العاشرة الآن وقد جاء العاشر بالجمعة بعض الناس ربما مع الصيف والحرارة وصعيب عنهم ما يصوموا كيف يختار نهار واشو صمت تسع أو العاشر إلى صمت تسع فقط لك الأجر والتواب على قول سنة النبي السنة القولية إذا صمت العاشر لهو الجمعة أيضا لك الأجر والتواب السنة الفعلية إذا جمعت بينهما لك الأجر والتواب المضاعف أجر عظيم أما من تعذر عليه أن يصوم التاسع فليصوم العاشر والعلماء قالوا يكره أن نفرد الجمعة بصيام نصوم يوما قبلها أو بعدها فليقدر يصوم قبلها أو بعدها له الأجر والتواب من تعذر عليه بغير صمت الجمعة هذه حالة استثنائية هذه حالة غير عامة هذه حالة خاصة هو أن العاشرة جاء في يوم الجمعة فإن سم الجمعة وأفرادها بذلك فلا حرج عليه لأنه غرضه تحصيل التواب ورد الرحمن والله تعالى يوسع على عباده المؤمنين أسأل الله الكريم أن يتقبل منك ويحفظك ويرعاك ويبارك فيك اللهم أمين اللهم أمين يا أرحم الرحمن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة نتحول إلى إقليم تازة معنا للا لبنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ابنتي بارك الله فيك الحمد لله أمي أنا بغيت ادعى معي ده بإحنا يفلع إلى إصدار يعني ما بالأخوات والأم والأب يعني كيدغيكين وظنى المشكل على يعني شح وجب ساطئين يعني ادعى ديما هكا إصداري لا لا بشي حاجة ومرتافي هكا لا إله إلا الله وبغيتك ادعى مع واحد خويا ما خدامش وكيدخن يعفو عليه الله إن شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رب وسهل علينا الله أنا واحد الأخت ديالي قارني واخدي الإجازة وما زال ما سهل علينا الله يعني ديما كان دفعو ذك شي وما زال ما سهل علينا الله يا ربي يا كريم الله السلام عليكم يا ربي للبنى يا رب بنتي بإذن الله حافظك الله ورعاك شكرا لك يا لبنى شكرا لك شكرا والدعم أحد الأخت ديالي هذه حضاف العامة ما ولدت الزواج حضاف العامة ما ولدت يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم يا ربي يا بنتي يا ربي يا كريم لبنى ربي سبحانه وتعالى عندنا طريقتين للوصود إلى الأهداف والأغرض عندنا الطريقة الأولى المتعرف عليها هي أننا نخطط ونفكر ونبرمج ونتخذ الأسباب هذه الطريقة المعتادة المعروفة الوضعية عند الناس كلهم وعدنا الطريقة التانية لما نشعر بالعجز ولما نطرق الأبواب كلها نلجأ إلى من إلى رب الأسباب ورب الأسباب أعطانا وحد المفتاح عظيم لهواء الدعاء قال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لأسرة ديالك داخليا عندها التوتر النفسي هذا القلاق هذا التصادم هذا طبعا ناتيج عن أسباب المفروض أن الأسرة تكون مستقرة فيها مجموعة من الأفراد الأب والأم والأولاد والبنات المفروض أن تكون فيها المودات تكون فيها الرحمة يكون فيها الطمأننات تكون السكينة هذا المفروض لكن مع الضغوطات ديالحياة والمشاكل المتراكبة قد تلقى إما إما الفقر من جهة إما كما ذكرت عنكم الإجازة وما خدمتوش هذه بوحدها قد تخلي الإنسان كيشعر بالحزن وبالهم للآخر ربما كيدخن لأنه متوتر لقيته كيدخن عرف بأنه غضوب وكيبغي يبرد عن طريق هذا التدخين كل واحد إلا وكلقوا بأن الجولة عام متوتر كيف نجعل من هذا الجولة عام المتوتر نجعله بأنه سعيد نجعله بالتدرج بالاستعانة بالله نطلب الله تعالى أنه يرفع عنا العنة كان من ذلك بالدعاء اللهم ارفع عن أسرتي العنة وكان حاول ما أمكن في بين الأسرة نحاول نهد نوء نهد نوء للإنفعالات لكن اللي كان ينفاعل بزاف كان نرد عليه بالصبر والصمت لكن هو منفاعل ما نرد شعلي بالإنفعال لأن الإنفعال زائد الإنفعال يؤدي إلى اشتعال نار الغضب وإبليس يقلب دائما إبليس غرضه هو أنه يتير الفزع ويتير القلق والارتراب داخل الأسرة إبليس كل صباح يبعث ضريته يقول لهم انتشروا فينتشرون مثل الدباب ينتشرون وكل أسرة دخلوا لها يقلبوا على العنصر اللي هو ضعيف اللي يتقلق بسرعة اللي يقولوا فزعي كي تصلوا به كي يبدو دائما يوسوسون له وكي ينصرع على أقل حاجة كيف يثق في الصباح الباكر كيف يثق هو خاسر تحجم عاجبا المفروض أن الإنسان من يثق في الصباح الباكر كيف يثق بابتسامة وكيف يقول الحمد لله الذي أحيان بعد أن أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إن نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهده ونعود بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده ثم ملك استيقظ كي يخصي الوجه كي يطلق مع أفراد العائلة صباح الخير صباح الورد صباح الفل كلمة زوينة كيف يفرح بها القلوب ويبقى مبتسم إلا قل كلمة سيئة ولكن وجهه مكشر أش كيوقع كيوقع انقباض ليسان الابتسامة هي المفتاح ذلك لك يبتسم كي يطلق واحد لازون واحد بحل قوس قزح من الفرحة والسرور كيف يفتح القلوب دي الآخرين إلا فقتي أنت مبتسم وأنت وجهك مبشور أما لكي فق في الصباح الباكر وجبينه مقطب وكلامه جارح وتحزم عجبه هذا كيقول إبليس هذا هو اللي كي نقلب عليه هذا هو الورقة الرابحة وصد المجموعة غادي نبقى نغزو باش يتقلق على أي حاجة وكتلقى هكذا واحد في الفطور هو ضع الكاس ما لها دلت هذه الحركة علشي قمت بهذه الكلمة أبسط الأشياء فهنا كنقول بي أن إبليس معنا أشخصنا نديره الدار دي أنا نحصنها بماذا إلا شفنا في هذا التوتر كنحصنوا الضار كنحصنها بماذا بتلاوة سورة البقارة دايما الضار دي أنا كيف كنحصنها بالنظفة كنعود السباغة كنعود الأفريشة أيضا كنحصنها بالتحصين بماذا نقرأوا البقارة سورة البقارة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقارة في البيت لا تدخله البطارة يعني الأرواح الخبيثة من اللي يبغي يدخل دك إبليس بس يوسوس من أفراد الأسرة والعائلة كيلقى البيت المحصن ويرجع اللي شق عليه يقرأ البقارة الآن عندنا وسائل دي التسجيل إما في الهاتف في التلفاز في الكمبيوتر يتلقى سورة البقارة تسمع اللي تعذر عليه وقال قدر الله قال غضب قال عائلة فاقشو واحد من العائلة خاسر كل ما جوج كلمات بدك يدير النزع أشغل دي كل لحظة أغل درفع الآذان درفع الآذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله نقول الآذان لماذا؟ لأن الآذان حينما يرفع إبليس ومن معه من الجنود يضعون أصابعهم في آذانهم ويفرون من ذلك المكان كي هربوا ما يبقاش لأن غير تشوف النزاع وسط أفراد الأسرة والعائلة عرف بأن إبليس رها معنا وكي الله يسترنا ويستركم بعض العائلات عندهم إبليس وجنوده سكن معهم يعني يعشيش لداخل ولم حلك نسيج لعنكبوت داخل البيت جالس معهم ديما الصراع ديما النكد ديما ديما الاستضامات هنا العاقل فينا في الأسرة يكون دائما متوضئا يكون دائما ناكرا يكون دائما عندنا واحد المبدأ كان تربعوا عليه اسمه جبرو الخواطر جبرو الخواطر هذا من أعظم اللي بغى الأجر الكثير الأجر الوافر هو يكون فيها الصفة جبرو الخواطر غتلق مع أفراد الأسرة أو العائلة واحد مقلاق متوتر انت ديما نطيح ديما نخلك صبور مش يضعفا منك هذا هو منتهى القوة أنك تضغط على نفسك وكتكون صبور وكتحول ما أمكن تكون باع المودة والرحمة ما تقولش كيف يقول الفرنسيون تخو بون تخو كون لا لما غتقرنها بالإخلاص مع الله تعالى والنية مع الله غتكون ديما بون ما كيش تخو كون نهائيا ديما غتكون ممتاز غتكون مبرور وعندك الأجر والتواب فانطلبوا الله سبحانه وتعالى بنتي لوبنا لعائلة ديالك يا ربي جميعا الله يجمع الشمل ديالكم الله يألف بين القلوب اللهم تعالى ينزع من النفوس حتى الشيطان ويملأها بمحبة الرحمن يا ربي الأخ الله يهدي الطريق المستقيم ويقلع عن التدخين ويلاقي الله مع الصالحين والأبرار والأخيار وانطلبوا الله الأخ ديالك اللي هذه 11 عام بنجبات نطلبوا الله يبشرها في هذه الليلة المباركة بحمل قريب الله يبشرها بحمل قريب ويرزقها التوأم الذكر والأنت ويكونوا سليمين في خلقتهم ومباركين في سيرتهم وأسأل الله تعالى أنت والأخ ديالك العاطلين بعد الإجازة أن يفتح لكم الله تعالى باب الفضل ويعطيكم واحد العمل مبرور ويفي رزقون كثير وتعامون قليل في القريب العاجل أسأل الله تعالى لأمرنا بالدعاء الإجابة الله يجمع شمل للعائلة ويحقن نفوس الدماء ويجعل محباو المودات ويرفع الله الدرجة لكم إلى أعلى عليهم وكل من قال آمين أسأل الله تعالى أن يحفظ عائلته وأهله وأحبابه قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين نواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة إلى الرباط معنا للا خديجة سلام عليك يا أمي كده يا لبس إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا خديجة الحمد لله أبنزي بارك الله وفيك بارك الله وفيك تسحة الحمد لله أبنزي بارك الله وفيك بارك الله وفيك وعنى انا قرأت وصلت به كيف ستعرئه بنتي خديجة الدول مراد النفساني ماذا يوقع لك فيه؟ الدول مراد النفساني عني قد نضرب راسي يجب أن نضربه مع الأحيط قد نضرب رجلية ونضرب حيزتي لدي مراد النفساني منسيش في سي مع الطبيب داتيش تحليلات سكاداغ مشي يتعمل لا مشي بصباح المرد ثاني ولكن انا ما احد الضوات ان شري ودكشين اذك المراحب اتعونت مع اذك المراحب وانا مش بسعملون عن اللي يشري ايوالا اشغالك الطبيب وشدي بيليبسي وشده سراع وشده ولي واقع المرض انت عندي مرد ثاني ومخلوط لي اه والسواس الله اكبر ولي اصي لك عمورة مع ذك المزمعه ديلا اخويا زاود ديلا فزارت للمكفوفين عمورة كنت معه مع مجاة بك فزارة ديلا هي للمكفوفينها باري عمورة الوديوذي اللي عمورة رميت وعمي الله وحمي الله والدين وكانت محسنين عمورة يساعدون عمي ومعنا عمي ايدي ابنك عمي ومعنا حد الله القطع الخط وخة بنتي خديجة للا خديجة الابنية هي من الرباطية اصلها من الجنوب وكانت من قبل احكيت لنا القصة ديالها انها كانت تشتغل في البيوت كخادمة العائلة ديالها فقيرة دفعوا بها وهي صغيرة انقطعتها عن الدراسة مشات خادمة في البيوت عن بعض العائلات ولكن تقول بانهم تعاملوا معها بشدة وكانوا كيحملوها فوقها ما تطيق يعني طفولتها لم تستمتع بها وعانت المعاناة الشديدة وبعد فترة من سنوات تعال المعاناة بدكت من في هذه الأعراض كتشعر بالنفسية ديالها مريضة للغاية وكما سمعتم هذه الحالة ديالها وهي منت عائلة فقيرة جدا كتسكن بالرباط طريقة المساعدة الله يجازكم بألف خير هي دقوا على ديك القناة اللي كنقولوها ونعودوها هي قناة هلال للمكفوفين على اليوتيوب قناة هلال للمكفوفين او قناة امل المكفوفين هذه خاصة بالناس اللي هما اللي هما من دول احتياجات الخاصة را كانت طلبوا منهم كل واحد يدير فيديو دياله ودي الرقم الهاتفي وكانت طلبوا من السادة اللي بغوا يساعدوهم يعني بدون اي توسطة كتصل بهم مباشرة من ديك الهاتف ديالك السيد اللي محتاج وكانت طلبوا المساعدة هاد الايام المعظمة اللي هي شهر محرام ديال الزكوات هاد الناس محتاجين اول شيء محتاجينه هو محتاجين الدواء الناس كنتموا الى اسر فقيرة جدا محتاجين الدواء تصل بهم مباشرة واعطيهم ديك البراكة من ديك لديهم بدون اي وسطة الاحتياج التاني اللي محتاجين له هو الهاتف النقال واحد العدد منهم حصلوا على بعض الهاتف النقال كبير منهم مازال منتشرين لا قدر شوى حد هكوا الهاتف النقال كيكونك وسيلة للاطلاع على العالم الاخر والتواصل فيما بينهم وكين فئات اخرى اللي غنبتهم المعيشة يعني الطعام والشراب والاسعار يعني الموظفين وكيشعروا بانهم متعبين فما ظنك بهؤلاء ما عندهم تشهي وظيفة ولا اي مدخول يعني كنساعدهم على لقمة العيش الحلال الطيب ثم عندهم نورف اخرى كاللي متزوج وكاللي باغي يتزوج ولكن ما قادرش كاللي كبير في السم وباغي يتزوج وما قادرش يتحمل المسئولية وكين خصوصا خصوصا اللي يثم المعاناة لعنصر النسوي كتلقى واحد مجموعة عندي الفتيات عندهم 45 عام 50 سنة وزيادة من زوجوشو والوالد الكبرو والخوت فرقو هده هم اللي يشكلوا المعاناة الشديدة فهؤلاء احنا قلنا لهم كل واحد يسجل الحالة ديالو يوضعها في ذلك القناة ويوضع رقم الهاتف ديالو واهل الخير اللي بغي يساعدهم طريقة بسيطة جدا لا تحتاجوا الى اي هو يتوصل مع ذلك القناة اكتبها كده في القناة هنا للمكفوفين او قناة امل للمكفوفين غي يطالع على هاد الناس غي ياخد الهاتف غيتحاور معهم غني يدي معهم ويجيب في الكلام يعرف بحتياجة ديالهم ويساعدهم مباشرة ولكم الاجر والتواب كين الاخ جواد لقد قلت من المحمدية هو المنصق هو توام مكفوف وراجل قلبه كبير وكي يحاول ما امكن يساعد الجميع وهذا اداء جهد المقيل في انتظار في انتظار ان الحمد لله العمل الحكومي في بلدنا العزيز انه يوفق الله تعالى للوحد الاختيار لتقديم المساعدة لهذه الفئة الفقيرة المعويسة احنا رمزال كنتظروا الوعود الجميلة اللي اسمعنا في البداية دي الحكومة والشعار الكبير لرفع اللي هو الدولة الاجتماعية احنا عارفين كنا اكرهات كين سوق عالمية في هالغلاء دي الاسعار كين تداعية الحروب اللي معروفة دي الاوكرانيا وروسيا كين تداعية المتبقية دي الكورونا كين اسمام اخرى دي اللوبيات ولكن رغم كل هذه التحديات كانت منه على الله تعالى من العمل الحكومي انه يخطو خطوات الى الامام لصالح هذه الفئات الضعيفة والمحتاجة وان شاء الله تعالى يتم سن قوانين اللي فيها تضامن وفيها تكافل احنا على يقين بان الناس كي خدموا وباغين يوصلوا للخير وانطلبوا الله يعودهم اللهم تعالى يعودهم باش يوصلوا الى بر الاماد باش ان شاء الله تعالى يكونوا ناجحين في هذا العمل ويعبوا الخير على الجميع فشكرا لك بنتي خديجة حافظك الله ورعاك الله واسعدك الله تعالى والاحبة الكرام خلال هذه الحلقة سمعنا مكلمات كثيرة لأحبة من مختلف المدن والاقاليم المغربية سمعنا معاناة هناك من عنده امراض جسدية هناك من عنده امراض نفسية هناك من يعاني من الفقر والحاجة هناك من عنده ديول هناك من عنده مشاكل عائلية كل ما عنده ظهر كل محقور كل يقلب على كيف نواجه هذه الحياة وصعوبتها نختار طريقا سهلا ميسرا ومضمونا ومباركا لتكون حياتنا افضل ونكون ان شاء الله تعالى سعداء مطمئنين وربنا يتولانا بالعناية والرعاية الكاملة اية قرآنية فيها سر رباني يقول فيها المولى عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق يرزق من يشاء وهو القوي العزيز هذه لطيف يعطيك القوة في البدن وفي النفس وفي العلم ويعطيك العزة بين المخلوقات وفي السماء هذه الآية من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اللهم يحبنا في تيسير في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إن نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا الله يا الله يا من لطفه بخلقه شامل يا من خيره لعباده واصل يا من ستروه على الكل سابل اللهم يا الله أخرجنا يا رب من حلق الضيق إلى أوسع الطريق أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق اللهم لا فرج إلا فرجك لا لطف إلا لطفك فرج عنا وعن كل مغموم ومهموم ومكروب اللهم يا رب ألطف بنا أجمعين ألطف بنا أجمعين لا تخرجنا عن دائرة الألطاف لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمنا مما نخاف أمنا مما نخاف يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا الله اللهم يا من سبحت له السماوات بأكنافها والبحار بأمواجها والجبال بأصدائها والحيتان بلغاتها والنجوم في السماء بأمراجها والأشجار بأصولها والما من السماوات السبع ومن فيهن و الأراضين و من عليهم اللهم اللهم يا رب ارفع عنا هذه المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية ارفع عنا المحنة والبلية وادفعها بيدك القوية يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أنت أقرب من كل قريب أنت أكرم من كل كريم أنت أجود من كل جواد وأنت ألطف من كل لطيف يا رب نسألك بحق اسمك اللطيف يا رب العالمين أن تسخر لنا من خلقك ومن الأسباب دائما ما نقضي به حوائجنا وندفع به عنا كروبنا وينجينا ممن ظلمنا وعدانا يا رحمن يا رحيم يا ربك ما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تلطف بنا يا رحيم اللهم ألطف بنا يا كريم يا مسخر السماوات السبع والأراضين ومن فيهم سخر لنا من يعيننا ويساعدنا على فعل الخيرات والبركات يا ربي ببركة اسمك اللطيف المكنون يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نسألك اللهم أن ترحمنا أجمعين وتيسر لنا أجمعين وتسخر لنا الطيبات في كل مكان اللهم بحق قولك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز نسألك يا غفور يا عفو يا حنان يا منان أن تفرج كربتنا وأن تؤمن روعاتنا وأن تتجاوز عن زلاتنا وأن ترحم أولادنا وبناتنا اللهم نسألك أن ترزقنا رزقا حسنا وتشافي مرضانا ومرضى المسلمين واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل غم مخرجا اللهم يا رب العالمين نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة نصوحة يا رب العالمين اللهم يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت اللطيف منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إني متوسل بلطفك فالطف بنا يا لطيف لك اللطف بلطفك عدنا يا لطيف فها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف اللهم يا رب العالمين يا من تعلم ما تكن الصدور يا من اسمه العزيز الغفور نسألك بحق الطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور أن تلطف بنا في كل أم مقدور يا عزيز يا غفور يا من إليه تصير الأمور اللهم عجلنا بالفرج اللهم يا لطيف يا لطيف لك اللطف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا رب لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمننا مما نخاف يا من لطفه بخلقه شامل وخيره لعباده واصل اللهم اجعل أفضل الصلوات وأزكى البركات والتحيات في جميع القوقات على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وأعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين أيها الأحباب الكرام أكتروا من اسمي اللطيف وسترون العجب العجب كل حاجاتكم مقضية كل أغراضكم إن شاء الله موصولة قولوا الله لطيف بعباده يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وسترون العجب هيا بنا جميعا نناجي الحق تعالى ونقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله